صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زالناسكي أن ليلة الماضية كانت قاسية فيما يخص تصدي للهجمات الروسية على البلاد واتهم زالناسكي القوات الروسية بمهاجمات مناطق مدنية لا توجد بها بنية تحتية عسكرية لافتا إلى أن قوات روسيا هجمت كل شيء بما فيها سيارات الإسعافة وحتى رئيس الأوكراني فولوديمير زالناسكي العالم على حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن الدولية وقال إن أفعال روسيا في أوكرانيا تكاد تصل إلى حد الإبادة الجماعية